ورجعنا لكم الفاصل ودلوقتي فقرة كل الناس مستجنياها هيبقى مشرفني ومنورني أستاذ أحمد أبو نيل زهر حريكة فاندن أهلا بي والله وحيشنا كل سرونة طيب وحضرتك طيب أستاذ أحمد أبو نيل هو خبير في تفسير الرؤى والأحلام والنهاردة هنتكلم على تفسير أحلام الصفر آه الصفر الصفر هل الصفر بيختلف من راجل لست أو بيختلف في الوجهة اللي أنا مسافرها الطريق الحاجات دي كلها مظبوط بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سعيد طبعا أن أنا معاك النهاردة ده صرف لي وفي شارع النهار وقناة النهار الله يخليك من القنوات العزيزة على قلوبنا وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق ربنا يخليك هذا المسألة في مسألة الصفر بتنقسم لحكتين آه صفر حسي يعني أنت بتشعر بي والشيء التاني في الصفر الصفر عبر الزمان ففي حكتين في الصفر الصفر مش حاجة واحد آه بتنتقل من مكان لمكان وده شيء حسي بتنتقل من آه زمن لزمن آخر وده شيء معناوي وده يمكن أول مرة نتكلم فيه بالزبط أو مظبوط آه الصفر بقى الناس المشاهدات العادية يعني يشوف مثلا طيارة اللي يشوف قطر اللي يشوف عربية اللي يشوف سفينة آه اللي يشوف راكب دابة من الدواب سواء جمل أو حصان أو خلافه كل ده بيختلف بتختلف برضو الرؤية من البنت غير المرأة المتزوجة غير الرجل المتزوج غير الرجل آه غير المتزوج آه نبتدي بإيه؟ نبتدي بالطيران مثلا لأن أحيانا كثيرة آه ناس بتحلم أنها رجبة طيارة ركوب الطيارة في الغالب بيبقى ركوب طيارة فعلا في اليقظة وهو بيبقى عقله الباطن خلي بالك بيقول عقله الباطن يعني الرؤية جائزة التحقيق فيه برضو أوكي يعني مش مجرد بيقول عقله الباطن يبقى هو أضغاص أحلام لا هو الإنسان له حكتين بيشوف بيهم الحاجة الأولين اللي هي الرؤية من الله سبحانه وتعالى وفيه حاجة اسمها العقل التنبؤي أوكي يعني هو نفسه في شيء فربنا سبحانه وتعالى بيبشر به عن طريق العقل التنبؤي ده بحيث أنه سيتحقق فيما بعد ودي هنا الرؤية الزمانية الرؤية الزمانية التي تسبق الزمن الحاضر وتدفع الإنسان جسدا وروحا إلى المستقبل فيرى الحاضر في صورة إيه؟ في صورة المستقبل اللي هو رايح له فنيجي لمسألة الطيارة الإنسان لو راكمها بصورة مستقبلة أنا أسف ريق الطيارة لو ركبوا راجل أو ستة اللي اثنين يفرقوا عن بعض ولا ده يبقى أمر عام في المطلق راجل أو ستة حلموا إنهم ركبين طيارة فالتأويل اللي حاليك هتقول عليه لا إحنا هنقول على الراجل أو الرجل أو المرأة أو سواء ده أو ده تمام اللي يركب الطيارة في منامه ده بيبقى فعلا هيسافر وخاصة لو هي وجهتها إلى الكعبة المشرفة أو إلى المدينة يبقى ده صفر موفق بأمر الله عز وجل طيب لو هي جهة الشمال يعني جهة أوروبا مثلا يبقى ده صدقات أو معارف هيتعرف عليها يئما هو هنا يئما فعلا هو هيسافر خارج البلاد الصفر بالطائرة انتقال في الشأن يعني شأنه سيرتقي ويرتفع لو هو في عمل يبقى هيزداد ماديا لو هو متزوج يبقى رب الله سبحانه وتعالى هيفتح عليه وعلى زوجته أيضا القطار مثلا القطار ناس كتير جدا تقول لك أنا ركبت القطر وانتقلت من مثلا القاهرة الإسكندرية أقول لها دي رؤية إن شاء الله فيها خير وبشارة ليك أو ليها بالتوفيق ده لو على خط مستقيم في حاجة تانية بقى القطر ده لو على خط غير مستقيم اللي هو مثلا يمشي شمال شوية أقول له لا استقم حتى تستقم لك الأمور الرؤية هدفها إيه الرؤية هدفها إنها تقرب لك ما تتمناه تقرب لك الخير وتدفع عنك الشر حالو ما لم نراه في الواقع من أمنيات وسعادة وأمل وإصلاح وفرح يتحقق في المنام يبقى المنام عالم متوازن للإنسان لكي يحقق الله سبحانه وتعالى للإنسان أمله ويبشره إن فيه إيه خير جايب النسبة له أو هناك سوء احذر منه وادفعه بالصداقات أو بالدعاء أو بخلافه من أعمال الصالحة نيجي بقى لمسألة عندك سؤال آه عايزة أحيك على حاجة الإجمالا إجمالا وسائل السفر سواء كانت الطيارة الأطر الباخرة أي حاجة نقدر نقول إنه تمام في خير إن شاء الله بإذن الله آه انتقال جميل للإنسان آه أنلاس لو لقدر الله حاجة اكسرت حاجة وقعت طيارة وقعت أطر فيه أعجاج الكلام ده كله آه أوه استقم بقى استقم فأمورك بقى مع امراتك فأمورك في حياتك طبعا الأفضل حاجة في الحاجات دي كلها لو أنت سايق المواصلة دي والدنيا مشة معاك إنما لو سايق المواصلة دي أو الوسيلة دي والدنيا وقفة أقولك لا حاول تعدي من أسلوبك من طريقة حياتك من طريقة تفكيرك بحس إنه الأمور تعدي على خير بالنسبة لك طب هسألك سؤال خطر على بقلي العربية فعلا في الحلم هي الحياة كلما حد يجيح لما حد يقوله أنا حلمت لأنا سايق عربية حلوة قوي جديدة لنج يقوله دي حياتك في الغالب هي للمرأة الغير متزوجة زواج المرأة غير المتزوجة أو البنت غير المتزوجة فهو زواج وارتباط بإنسان على حسب نوع العربية وتفاصيلها يعني العربية مريحة وعربية تمام أقول لها إن شاء الله يجيلك إنسان كويس وترتاحي معا طيب لو العربية فيها خلل معين أقول لها ده إنسان في حاجة في سلوكه لابد إن إحنا نعدلها قبل ما نرتبط ونخش في مسألة الزواج يعني هل السيارة دنيا أحيانا تعبر بالدنيا والتوفيق فيها وأي عيب فيها بيبقى مشكلة للإنسان في حياته نقول حتى المشاكل يا أستاذ عسام حينما ينبئنا الله سبحانه وتعالى بها في المنام فهي لدفعها وليس لتحقيقها أوكي يعني ربنا بيجيب الشيء عشان أنت تدفعه ويدفعك للأمام أنت تغير من منهجية وإسلوب حياتك معاه هو مع الخالق ومع المخلوق علامة من عند الله لنا من خلال الحلم علشان نزبط أمور ده مش عشان خاطر تتحقق نعم طيب فيما يخص الباخرة لو حد مسافر بالباخرة أو من خلال البحر أو كده هي عموماً ركوب البحر في حد ذاته لو هو هادي أقولك الأمور هتمشي مستقرة معاك على طول الخط طيب لو البحر ده غير هادي يعني فيه مشاكل وعواصف وحاجات زي كده أقولك أمورك خلي عندك حذر فيها وخاصة الأمور المادية أو الاجتماعية طيب لو هو عنده مشاكل في الواقع يعني هو مثلاً يقولك أنا راكب السفينة وفي البحر والبحر في شغلانة كده عواصف ونسأله يقولك أنا فعلاً عندي مشاكل في الواقع أقوله إذن ستحل بأمر الله سبحانه وتعالى يبقى إذا كان المنام موافق لما هو أنت فيه في الواقع يبقى إذن هناك تغيير هو مش جاي يحكي معاك فقط الرؤية مش جاي تحكي معاك ومش فاضين يحكوا هو يدي لك الرمز اللي هو يقدر يفيدك في الواقع بتاعك فلما يبقى هنا فيه مشكلة وهنا فيه مشكلة أقولك آه يبقى الأمور إيه ستيصر إن شاء الله عز وجل إنما لو ما فيش مشاكل عند الإنسان ولقى البحر كده أقوله آه يخشى من وقوع مشكلة فأنت خد آلياتك وخد احتياطاتك حتى لا تقع في تلك المسألة طب بالنسبة بقى يعني بمناسبة تخد آلياتك وخد احتياطياتك وكلام ده كله تجهيزات الصفر لو أنا النهاردة أم مثلا حلمت إن هي بتوضى بشناتها عشان مسافرة عيالها بيكلموها يا ماما احنا مسافرين فبنوضى بشناتنا في جهازي ده معنى إيه؟ هو في الغارب لو هم عندهم نية إن هم يسافروا يبقى من هوات الصفر يعني يبقى يسافروا فعلا يبقى الرؤية هتحقق يبقى مسألة الصفر هي دلالة على تثبيت أو إن الرؤية ستحقق في الواقع طيب التجهيزات دي أحيانا للبنت بالذات يبقى تجهيز لها هي كزواج أو ارتواط جواج طيب الفلك بقى المشحون اللي هي مثلا البواخر المشحونة بالناس والقطارات المشحونة بالناس والطيارات والكلام ده أحيانا تعني حمل للمرأة حمل للمرأة؟ آه حمل للمرأة ده ما لحظناه أنا بكلمك النتاج المشاهدة والملاحظة والانطباع مش مجرد الكتب اللي هي بتتبعه وخلاص لا في مسائل أنت بتنظر لها بعين أو من وجهة وتلاقي سبحان الله التحقيق فيها جه من وجهة تاني فأنت بتعتمد تلك المسألة لكي تؤول بها فيما بعد طيب أستاذ أحمد إيه الحاجة لما حد بيحكيها لك related أو لها علاقة بالصفر بتقلق؟ الصعود لأعلى رأساً يعني إيه كده؟ آه آه يعني واحد يبقى وغياب الإنسان في السماء دي مشكلة كبيرة بالنسباله معلشة لأي سواء ده؟ أو تفجير الطائرة بيه أو القطرة أو المركبة أو السيارات يعني ثلاث حاجات إنه أنا دلوقتي أبقى واقف في مكاني هب فجأة أطلع ده اللي هتروصب عليه؟ ده عنينا وعنك يعني وعن السمعين هي المسائل للصعود دي بتبقى فيه مشاكل الإنسان صحية ومادية أوكي دي بقى لأ منها بس هل هنقوله حالك على نقطة برضي يعني هل ألقي ده مطلق ولا مقيد؟ مقيد مقيد بإيه؟ من إحنا زي ما قلنا قياس لابد إن إنت تدفع تلك المسائل ما هو يجيب لك الحاجة اللي فيها رعب أو خوف ليه؟ وأنا هخوفك بس عصد ده مش كابوس الكابوس اللي هو السمك لبن طمرهندي زي ما بيقوله تدخل وتعلى وتمشي وتسافر وتيجي وتروح ده أحيانا كابوس حد بيجري وراك حد الشيطان معرفش بيعمل إيه حد يعمل حد كل الحاجات دي كوابس وكابوس ده بيبقى سامهه إيه؟ كابوس ده بيبقى ليه أسباب كتيرة يعني مثلاً واحد مش مبسوط في حياته ولا هو ألأ اجتماعي ألأ اجتماعي إنه عاصي كالونام أه حاجات كتيرة يعني أه كالونام ده أكثرها يعني إنه مثلاً عنده مشاكل أسرية ومشاكل اجتماعية عنده مشاكل في شغله فيبتدي الكابوس يجيله طب هو الكابوس ده جاي يلعب يعني وخلاص لا الكابوس ده برضو لتصحيح مصاري اليقظة كل ما يأتي للمنام كل ما يأتي للإنسان في منامه أو في رؤياه هو لتصحيح الواقع بتاعه سواء حتى حديث النفس يعني يجي لك واحد مثلاً يقول لك أنا في حالة جماع مع واحدة غير مراطي مثلاً يقول لك أنا شاف إن ده شر وشاف إن ده يقول له لا الجماع إنه اجتماع أمر بالنسبة لك أنت عامل يقول لك والله الواقع بتاعي قليم فإذاً هو لتصحيح الإيه والبشارة بالنسبة له فقول له خلي بالك إن الأمور هتتحسن ولكن محتاج منك زقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى إن أنت تكون أقصر اكتهاداً معاه فحتى الكابوس منه كويس واحد يقول لك الكابوس منه كويس إزاي مش أحياناً الإنسان اللي هو يعني بيحب يصلي الفجر في وقته يجيله قبلها مثلاً بخمس دقايق حاجة تفجعه حد بيجيله وراه حد يضربه حد عمل فيه أي مشكلة هتلاقيه فاق أول ما فيقول لك أنا صحيت على أذان إيه الفجر أنا صحيت على أذان الفجر طيب يبقى حاجة سيئة؟ لا يبقى حاجة بتنبه الإنسان لأن هناك شيء أنت بتحبه إحنا هنقومك ليه حلوة قوي إنما بقى السيء منه اللي هو يأتي فيما بعد أذان الفجر اللي هو هتقوم منه أنا مجداي أنا مخنوق أنا حاسي إنه زهان أنا أقول لك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان يستعيز بالله من شره ويدفع عن يساره ويقوم يصلي رقعتين لله حتى يدفع البلاء عنه طيب قبل ما أخذ السؤال اللي جالي هسأل يعني هرجع تاني للسؤال حضرتك الحاجات اللي بتقلقك إن الواحد يصعد كده رأساً أوكي الحاجة التفجيرات اللي بتبقى فيه لقدر الله لقدر الله العربية الطيارة الباخرة أي حاجة هو مسافر بيها حقيقة قلت حاجة ثالثة بيبقى انفجار للأمور بقى بالنسباله بيبقى لقدر الله فشل فالفشل ده أقوله طيب أنت حاول بقى تعديل من أسلوبك حتى لا تصل لتلك المرحلة اللي فيها انفجار للأمور يعني ما أنتش عايز تسيطر عليها طيب في الواقع بتاعك النهاردة أنا سافرت وخلاص حضرتك دلوقتي في اللينك اللي فات قلت لنا أو في البرت الأولاني قلت لنا أن السفر عبارة عن إيه وإيه وإيه رجوع بقى لو حد النهاردة حلم أنه هو راجع من الوجه الرجوع غالبته توبة إلى الله سبحانه وتعالى أوكي آه ففره إلى الله الفرار هنا معناها أنك أنت تجري وتسعى في مناح الخير جميعها بس مش الفرار معناه الهروب أو كده أقصد رجوع من السفر أو لها رجوع أنت بتمشي من مكان لما كانت راجع بقى آه أوكي فأنت بترجع من مكان ده فالرجوع ده في حد ذاته تيسير للأمور وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ماشي يا رب يا رب كلنا نتوب إلى الله آه آه فاطمة أشرف بتسأل واحدة صاحبتي حلمت إنها يعني مش يعني الحلم مش أظرف حاجة بس هو تظاهر قدامنا على الشاشة واحدة صاحبتي حلمت آه إنها نايمة وسط المقابر لوحدها وبتترعش وبتقول ماما ماما برعشة العلم مع العلم أن مامتها عايشة ومن يومها وهي خايفة جدا جدا آه طبعا رؤية المقابر في حد ذاتها هي مؤلئة للنفس البشرية آه طبعا آه لأنه هو طبعا الموت مش من الظريف يعني بيفرق الأحبة ما بينهم ومن بعض ولكن في المنام يأتي للعزة يأتي للإيه للعزة للعزة اللي هو فوق آه إنك إنت مفروض ترجع إلى الله سبحانه وتعالى والتوب وتكون أكثر حنانا وودا وعطفا مع مين اللي جاتلاها في المنام مع والدتها آه يبقى هو جاب لها الحل فين في المسألة نفسها أوكي يبقى أنت ما تقلقيش يبقى هو عيزة لكي إنك إنتي تعملي أعمال كويسة وفي نفس الوقت تتوددي وتبقى أكثر برا لوالدتك الحلم الثاني هو طويل شوية هحاول أقوله باختصار هي هند فاروق بعدت قالت حلمت بعد رحيل أبي الله يرحمه كان أول رمضان ييجي وأبي مش موجود معنا قلت الأختي الصغيرة أنا دخل أنام ولما ييجي حديث الشيخ الشعراوي صحيني أعمل الصحور وكان الشيخ الشعراوي بييجي كل يوم الساعة اثنين المهم نامت حلمت أني وقفة جنب البلكونة لقيت واحد جاي يمد دي ليا أنا معرفوش بيقول لي تعالي بسرعة معايا مش أنت عايزة تشوفي الصحابي أبا ذر الغفاري أيها أوكي قلت له أيوة وأنا فرحانة قال لي تعالي هتشوفي وهو معه الرسول صلى الله عليه وسلم وجريت معايا على الباب علشان أخرج لقيت حد بيقومني وبيهزني قوي صحيت من النوم ما لقيتش حد لقيت أمي نايمة جنبي رحت الأختي قلت لها أنت جيتي صحتيلي قالت لي لأ قلت لها الشعراوي جي ولا لأ جميل الرؤية دي بتسمى رؤية صالحة نحن قلنا في الحلقات اللي فاتت إن فيه فرق ما بين الرؤية الصالحة والرؤية الصديقة الصديقة يراها كل البشر إنما الصالحة يراها أهل الصلاح والقرب والود من الله عز وجل فهنا الرؤية دي رؤية يعني شافت المشايخ وشافت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى لو سمعت صوته أو سمعت سرته صلى الله عليه وسلم حتى لو سمعت سرته حتى لو صرت هو الراجل هنا بيقول لها قوم يا هغدك تشوف يا أبي زين الغفاري ومعها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى لو صرت صلى الله عليه وسلم فيها الخير والبركة بالنسبة لها احنا نقول لها هنا انها تواظب على الأعمال الصالحة اوكي انا عجبني جدا لو سيد زحمد ابو نيل بيقول لك ان احنا عندنا حاجتين عندك الرؤية الصادقة ودي كلنا بنشوفها اللي هي الحاجات العادية الرؤية العادية رأيها ملك يوسف وعلى غير الملة وراها السجنين اللي مع سيدنا يوسف برضو واخد بالحضرتك انما الرؤية الصالحة والصادقة قد يقترنان في رؤية يوسف عليه السلام الاتنين دي تعتبر صالحة وتعتبر صادقة في نفس الوقت انا لازم اختم بس اسألك سؤالها موت واسأله هل معنى انه يعني هل معنى الرؤية الصالحة ممكن واحد غافل او كده ما يحلمش بيها يعني افرد واحد غافل او عاصي او كده وحلم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده لازم نقول عليه من الصالحين لا تجيلوا رؤية صادقة صادقة ما تجيلوا الصالحة الصالحة بتبين مكانة العبد عند الله عز وجل اوكي هي دي الصالحة كان يرى الانبياء والصالحين وغير ذلك من انواع العبادات وخلافهم انما الصادقة لكل اللاز لكل البشر اوكي وهي ايضا للعزة ولكن دي للمكانة اوكي في حاجة للمكانة احنا بنسبتك ربنا بيسبتك على عمال الصلاح والبر ويقولك انك ليك عندنا زلفة وحسن مقاب انما الصادقة يراها جميع البشر المؤمن من وغير المؤمن اوكي احنا كده فهمنا الفرق ما بين الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة كان مشرفني في شارع النهار الاستاذ احمد ابو النيل خبير تفسير الرؤى والاحلام شرفتني حبيب اسم حسام ورسام طيب وحضرتك طيب فقرات كتيرة جدا بشارع النهار على قناة نهار استدعونا